هذا أول لقب تفوز به؟ أول بطولة؟ الله يهديك هذا أول لقب تفوز به؟ أول بطولة؟ الله يهديك هذا أول لقب تفوز به؟ أول بطولة؟ الله يهديك إذا منتبعين كرام كما سمعت من خلال هذا المقطع دي المقابلة الصحفية ما بين المذيع الجزائري والصحف الجزائري الرياضي أخضر بالريش مع حارس المرمى واللاعب المغربي ياسين بونو الذي توجه يوم أمس مع الدور السعودي للمحترفين فكان السؤال دي الأخضر بالريش سؤال بنيت جدا سؤال غبي جدا سؤال ينم عن الغباء والحسد والحقد دي الجزائريين من كل ما هو مغربي فسأله أخضر بالريش وش هذا أول تتويج لك في مسيرتك المهنية دب بالله عليكم هذا صحفي الرياضي من المفترض أنه ملم بالأخبار ديال الرياضيين خصوصا الرياضيين ديال الدول العربية والإسلامية خصوصا الرياضيين ديال الدول ديال شمال إفريقيا من بينهم المملكة المغربية لأن هذا صحفي الرياضي سيكون مطالع فكيفش صحفي الرياضي ما عارش بأن ياسين بونو سبق له أن توجه مع فرق أخرى فبطبع الحال كما سمعتم الرد ياسين بونو كان يعني في المستوى قال لي الله يهديك وهو في حقيقة الأمر لا يهدي هذا المساخة الوالدين الله يهدي هذا الحقد ليهما في نهاية المطاف كتبناوا البروباقاندا ديال نظام حضيرات الجزائر وكان قصد أنه الرياضي الإعلاميين الرياضيين الجزائريين من بين أخضر بالريش وهذاك المهرج ديال التعراج وسبق لهذا الأخضر بالريش هذا كان قال بأنه يعني في لقاء مع قناة جزائرية بأن ما حدث في كأس العالم ديالقطار بالنسبة لمنتخب حضيرات الجزائر هو مؤامرة وكولسة والقجاع يعني تهوي كتبنا البروباقاندا ديال نظام حضيرات الجزائر على كل انقرأوا هذا الخبر منتبعين الكلام اللي كيقول ياسين بونو يرد على مغالطة الإعلامي الجزائري بالريش بالله يهديك رد اللاعب الدولي المغربي ياسين بونو حارس مالما فرق الهلال السعودي اللي كنت القدم بتهكم على مغالطة الإعلامي الجزائري اللي اخضر بالريش حينما طلب منه التعليق على حصوله على اول بطولة في مصاريه الكوراوي في الفريق السعودي وجاء الرد اللاعب المغربي قوي على الإعلامي السعودي اتهكم على سؤاله بالله يهديك وصحح النجم المغربي خطأ الإعلامي بالريش من خلال تذكيره بالفوز باللقب ديال الدوري رفقة فريقي فريقي الوداد الرياضي وأتليتيكو مادريد الإسباني واحتفل يومه السبت لعب فريق الهلال مع جماهير الفريق الأزرق بلقب الدوري السعودي لمحترفين لهذا الموسم في حضور النجم المغربي ياسين بونو وحسم الهلال لقب الدوري السعودي بعد فوزه يوم السبت على ضيفه الحزم بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 31 من المصابقة ولم تؤتى النتائج الزعيم في الجولات الثلاثة الأخيرة من الموسم على فوزه باللقب إذ وصل للنقطة رقم 80 فيما يملك النصر أقرب ملاحقه 77 نقطة بفارق 12 نقطة هذه المسائل الرياضية دي الفرق السعودية على كل نحن ما يهم هنا وهو الرد ديال ياسين بونو كيف شردد بتهكم على المغالطات لحاول مرارها هذا الصحفي الجزائري ومن المعروف أنه كذلك يتبنى البرباغاندا دي نظام حاضرات الجزائر أي أنه كدير هذا اللقاء الصحفي وهو حاقد كدير هذا اللقاء الصحفي وهو كيقلب في نفي برك الأمور وفي نزو الأمور علاش لأن اللاعب اللي كدير معه اللقاء الصحفي هو اللاعب مغربي معروف ياسين بونو شكونا ما كيعرفوش منذ أن تألق في كأس العالم وضربات الترجيح مع المنتخب الإسباني شكونا ما عارفش ياسين بونو وتصاريخ الكراويه دياله ومعه من كيك لعب خصوصا أن هذه المسألة أخصتكم من البديهيات ديال صحفي الرياضي صحفي الرياضي سيكون عارف بونو تتوج الليدار هنا ومعه من اللعب هنا ومعه من اللعب له والتاريخ الكراوي دياله وعاد كيجي دير مقابلة صحفية هذه من أبجديات العمل الصحفي أنك تبحث على هادك اللي غادي تدير معه مقابلة صحفية فطبعة الحال هنا هاد أخضر بالريش جاء وحاول على أنه يستفز ياسين بونو لكن ياسين بونو وشانتح مقجيتي مع ياسين بونو خلي الله يهدك من الأخر على كلين هذا هو المستوى مع الأسف الشديد ديال الصحفيين الجزائريين من المفترض أنهم كانوا خدامين في قنوات اللي هي قنوات من المفترض أن تكون مهنية وعندها أخلاق يعني العمل الصحفي والعلم الإعلامي لكن حنا كنشوفه بين سبور في هذا المستخم ملكال هذا التعراج يعني حالة حالة حالته كارتية خصوصا أنه معقد من المغرب ومعقد من المصال الكوراودي المغرب ومن المنتخبات المغربية وبدأ يدخل يعني السياسة حتى هو في كورة القادمة وبدأ يدخل الشهداء حتى هو في التغريدات دياله في تويتر وحنا والشهداء وبالد معرفة النوو وركم عارف التطولة اللي كان كديرا بشكل متكرر على المغرب قبل أن يتم تهديده من طرف إدارة بين سبور أنه لما وقف سلك التغريدات الموسيئة للمغرب والمغالبة سيتم مفصله من بين سبور وأصلا ما قالوش بزاف باش أنه يعني يمشي في حالته من بين سبور يعني وصل على ما أظن لسين تقاعده لشي حاجة من هاتشي فبالتالي العالم سيتهننا من هذا الميكروب من هذا الجرثوم هو جرثوم بكل ما تحمل كلمة من معنى وكل الصحفيين والإعلاميين الجزائريين اللي كتبنا والبروباقانا دي نظام حاضرات الجزائر هم جراتين في نهاية المطاف جراتين تلوث السمعة الإعلاميين جراتين تلوث السمعة دي الأخبار الرياضية على الخصوص بما في ذلك هذا أخضر بريش اللي أسبق لكم وإسبق لي الجزائرية وحتى وكتبنا تلك النظري المؤامرة والأياد الخارجية وبأن القجع هو الذي تسبب في إقصاء منتخب حضرات الجزائر من التأهل لكأس العالم وبأن قاصمة وإيكانبي كانوا كانوا كتأمروا مع القجع والقجع أعطانهم ليوم الفلوس وبأن منتخب حضرات الجزائر لو أنه مشى لكأس العالم كان هو اللي تتوج بكأس العالم ومجموعة من التصريحات الحاقدة التي تبين عن مدى حقد هؤلاء الناس على المغرب وعلى كل شيء متعلق بالمغرب وخصوصا يعني وأننا نرى على أن المغرب متقدم في عدة مجالات حتى الآن في كرة القدم نرى على أننا نصير بخطة ثابتة نحو تطوير كرة القدم في المغرب ليس فقط على المستوى المنتخب الأول ولا منتخب الأولمبي ولا كذا وإنما كذلك حتى في المنتخب النسوي وحنشفنا بطبيعة الحال الفارق المهول والكبير في المباراة التي جمعتما بين المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة مع منتخب حضيرات الجزائر بنتيجة أربعة أهداف رسالة مع العلم أن المباراة كان يجب أن تنتهي بعشرة أهداف مقابل لا شيء فحسب ياسين بنو أو على خطة ياسين بنو سأقول للمساخة الولدين لا يهديكم وإلى ما داكم إن شاء الله سأكونوا سأكونوا نظام حاضرات الجزائر وعند الإعلاميين الجزائريين وعند يعني البوصبعيين والجزائريين المستحمرين ألا ما غاد يخرجكم التشيب الأصاح نحن غاد للقدام لعبين دي النارات وما كتوفوا في الدوري الأوروبي شنوديرين لعبين المغاربة يعني كل شيء يتحدث عليهم وخطفوا الأضواء في الدوريات يعني الأوروبية بينما نساخة الولدين أنت شوحد ما سمع بهم ولا سمع بشيء إنجازة ديالهم فقط البكاء والعوين من سبعنا كلام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر